بسم الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من جمهور التالتة يوم جديد فيه كاس العالم يوم جديد بمتغيرات جديدة بفرحة عربية كبيرة لفوز المنتخب المغربي اليوم بتقلق كبير أمام المنتخب البلجيكي بهدفين دون مقابل في فوز مستحق بكل ما تحمله الكلمة من معنى فخر كبير جداً جداً سلسلة السعادة اللي بنعيشها مع المنتخبات العربية البداية كانت مع منتخب السعودية وبنستمر معاكم هذه المرة ولكن مع المنتخب المغربي المنتخب المغربي اللي مجموعته لم تكن سهلة على الإطلاق ومنذ الوهلة الأولى والناس في المغرب كانت بتتكلم عن الثقة الكبيرة الموضوعة في مجموعة اللاعبين المتواجدة مع أرج راجي المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي قدروا ان هم يتعادلوا مع كرواتيا ورغم هذا التعادل كنا حاسين ان منتخب المغرب يقدر يكسب كرواتيا الحقيقة النهاردة كان فيه شجاعة كبيرة جداً جداً من المنتخب المغربي في التعامل مع منتخب بلجيكا وهزمته بهدفين دون مقابل الفرحة بتكتمل بس لما تيجي تشوف أسباب النصر وأسباب السعادة هتلاقي أنه العقلية بتاعت المنتخبات العربية تشعر كما لو أنها تتغير على الأراضي القطرية إحساس المنتخبات العربية النهاردة منتخب المغرب أكيد أنه بيلعب في كازاب لانكا بيش اختلاف جمهور حواليه في كل حتة في الملعب صوت الجماهير بيهز الاستاذ كل الناس بتشجع المنتخب المغربي ولذلك الواحد مبسوط للحالة وتاني وتالت ورابع التعبير العربي عن نفسه فيما يتعلق بأداءنا في كرة القدم وأتمنى أنه دي تكون بداية عصر جديد وبداية تأريخ لمرحلة إن شاء الله مستقبلاً اللاعب العربي فيها يعبر عن نفسه وعن ما يستحقه منتخب المغرب النهاردة بيتقلق لعبين محترفين في كل حتة نفس الفكرة بالنسبة لكل المنتخبات العربية بل والمنتخبات الإفريقية اللاعبة متقلقة في كل حتة برا إيه اللي بيحصل بس لما بنروح كاس عالم ما تعرفش ولذلك إحنا فرحانين جداً جداً باللي بيحصل بالمتغيرات اللي بتحصل بالتعبير العربي عن نفسه في بطولة كاس العالم برفع الرأس والإحساس بأنه ما فيش حاجة بعيدة النهاردة المغرب بتكسب بلجيكا المصنف رقم 2 على العالم بكامل نجومه فوز مستحق منتخب بلجيكا نفسه هو هو نفس المنتخب اللي في آخر تجاربه الودية قبل ما يدخل بطولة كاس العالم كان بيلاقي المنتخب المصري واستطاع في هذا اللقاء منتخب مصر هزيمة المنتخب البلجيكي 2-1 وأزعم وأتخيل أنه كان هناك جزء ولو بسيط من إحساس المنتخب المغربي بقدرته الشديدة على الفوز وهزيمة منتخب بلجيكا مما رأى سواء في المباراة الإعدادية أمام المنتخب الوطني المصري أو حتى كمان فيما قدمه في المباراة الأولى أمام كندا هو منتخب لا نقلل منه على الإطلاق لأنه منتخب كبير ولكن التعامل معاه تقدر ما هواش يعني من المستحلات ولذلك الثقة النهاردة كانت موجودة في لعيبة المغرب الأداء الحماسي الأداء الرجولي الزكاء فيه التعامل زكاء اللعيب العربي في التعامل مع المطشاط اللي شبه كده أمور كلها بنراها طيبة